المرة هذي نأكدلكم يا جماعة كين باش تابعوا رسيد انتع الفندان طيغي باش تديكم وصفة ناشحة 100% حتى لو كين تخرجوه من الفريجيدير بعد جماعة تلقاوا التكستور انتعو هي بيدها يلا تابعوني وشوفوا طريق التحذير في بول نحطو 75 جرام سكر عليهم 125 جرام عظم كامل نركضوهم بالقديل اللي نتحلو شوية بعد نزيدو عليهم 75 جرام زبدة 175 جرام شوكولان وانتع فانواز نضوبوهم ونصوبوهم فوق العظم والسكر ونكملو نخلطوهم بالقديل نزيدوهم 30 جرام فارينة و 10 جرامات كاكاو انبودخ كيف كيف نكملو ركضوهم اخر حاجة نزيدو عليهم 10 جرام كريم لكيد نخلطو المكونات الكل نغتيوهم وخليوهم يرتاحو في الفريجيدير ساعة بعد ما برد الفندان عبيت لابري في بوش وبعد صبيت الفندان في المولانجو التاب كل واحدة 1200 جرام بعد خليتهم يرتاحو ساعة كاملة في الفريجيدير ودخلتهم يتيبو 10 دقائق على ميتين درجة بعد الكويسان لازم يرتاحو على الأقل ثمانية سوية في الفريجيدير ومن غير ما نقلبوهم بعد ما بردوا الفندان خليت ما كريمة تختيني 20% نوازيت وخليت ما كريمة تختيني سبيكيلوز حتيتهم شوية في الميكرو واندو زيانت بهم كعبة الفندان من الفوق كيما قاعدين تشوفو في الأخر بالكل زيت عليهم شوية نوازيت كونكسي وشوية بسكوين مرحي وهذه النتيجة متاعك عبيت الفندان إن شاء الله ياربي تعجبكم الرسائط ترجمة نانسي قنقر